السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن باركة الاستغفار نعم نتحدث إن شاء الله في هذا الفيديو عن باركة الاستغفار تعطونا لايك وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة نتمنى منك الاشتراك ويلا نبدأ إخواني وأخواتي أروا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا ربي وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون يعني إبليس أقسم بالله عز وجل وأقسم بعزة الله عز وجل أنه سيغوي عباد الله عز وجل لكن الله عز وجل قال له وأقسم سبحانه وتعالى بعزته وبجلاله أنه ولو أوقعهم إبليس في الذنوب ولو أوقعهم إبليس في المعاصي ولو أوقعهم إبليس في الآثام واستغفروا فإن الله عز وجل سيغفر لهم سبحانه وتعالى فيا فرحة وطوبى أيها الإخوة والأخوات لمن علم وعرف أن له ربا سبحانه وتعالى رحيما غفورا يقبل عباده إذا أقبلوا عليه مستغفرين إذا أقبلوا عليه طائعين إذا أقبلوا عليه نادمين وطرقوا بابه سبحانه وتعالى وهم يستغفرون لأنفسهم ولوالديهم وللمؤمنين والمؤمنات بصفة عامة فطوبى لهم وألف ألف طوبة إخواني وأخواتي ندخل في الموضوع وهو بركة الاستغفار الاستغفار أيها الأخوات مع الإقلاع عن الذنب أقولها وأكررها دائما أقول الاستغفار مع الإقلاع عن الذنب الإقلاع عن الذنب عفوا لا يعني أنك تصبح معصوم لماذا؟ لأن العثم للأنبياء والرسول كل بني آدم يخطئ لكن الاستمرار في الخطأ ولزوم الخطأ هذا هو المصيبة وهذا هو المشكلة العويس يعني الاستغفار لا بد أن يكون معه ابتعاد عن الذنوب وعن المعاصي فالاستغفار أيها الأخوات الذي معه ابتعاد عن الذنوب وابتعاد عن المعاصي هذا سبب للبركة وسبب للنماء وسبب لكثرة النسل وسبب لزيادة العزة والمنع ففي دعوة نوع عليه السلام لقومه ونصحه لهم قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا في الفيديو السابق تكلمت عن مسألة أحد الإخوة في قناتي يتكلم عليها وهي يعني أنك تستغفر ثم تنظر إلى السماء هل أمطرت ألم تمطر هل غيمت المطر ينزل في شهر ستة يا أخي الكريم المطر أمره لله عز وجل قد يقدر له الله عز وجل أن ينزل الحرارة في 35 درجة وينزل المطر المطر أمره لله عز وجل نحن أمرنا بالاستغفار لا بتتبع الغيوم وتتبع السماء وانظر هل هي غيمت وارصد الفيديو إن هي غيمت وارصد الفيديو إن هي أمطرت هذا ما أنزل الله به من سلطة أنا لا أختلف معه في الآية لا أبدا الآية كلام الله عز وجل من أنكر هذه الآية كفر لكن أختلف معه في مفهوم الآية أختلف معه في مفهوم الآية من قال من العلماء بهذا القول من قال من الصحابة بهذا القول هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغفر وأمر الصحابة الاستغفار هل قال لهم استغفروا وانظروا إلى السماء هل قال لهم استغفروا وانظروا هل ستمطر السماء أم لم تمطر أم لا تمطر لا بد أن نفهم القرآن الكريم ونفهم الآيات كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم لا نأتي نحن في القرن الرابع عشر نأتي بفهم جديد لا يسعنا ويوسعنا ما وسع القوم الذين سبقونا الصحابة رضي الله عنه فأعدلين لأني خرجت عن الموضوع لكن هذا الأمور لابد أن يبين لا نضحك على أيعة الناس انظر إلى السماء قد أمطرت وبعد أن تمطر ماذا ينظر ماذا ينتظر بعد أن تمطر لا يا أخي الكريم الله عز وجل لا يعامل بهذه الطريقة نحن لا نتعامل مع بشر نحن نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى قال استغفروا ونستغفر الله عز وجل لكن لا ننظر إلى السماء وننظر إلى الغيوم وننظر إلى كذا وننظر إلى كذا مان سبقك بهذا من العلماء من قال بهذا من الصحابة رضي الله عنه مستحيل أن شخص يأتي من تلقاء نفسه ويعني يتكلم وتجربة تجربة تجربة الدين ليس تجارب الدين قال الله قال رسول الله عدلوني أيها الأخوة والأخوات لأني قد خرجت عن الموضوع ففي الإيمان أيها الأخوة والأخوات رحمة بالعباد وفي الاستغفار بركات الدنيا والدين ففي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ديق مخرج ورزقه من حيث لا يحتزم هذا حديث واضح جال جدا من لزم الاستغفار ماذا يقع له يا رسول الله قال من لزم الاستغفار جعل الله له يعني بلزومه لذلك الاستغفار ومن بركة ذلك الاستغفار أن الله عز وجل يجعل لك يا أخي المستغفر فرجا من كل هم ومن بركة الاستغفار ومن بركات الاستغفار يا من لزمت الاستغفار أن الله عز وجل يجعل لك من كل ديق مخرج ومن بركة الاستغفار أن الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب من حيث لا تظن أنت تكون أن رزقك سيكون في الوظيفة الفلانية فإذا في رزقك يأتي من تجارة معينة أو من مال يجعل له الله عز وجل طريقة ما حتى يصل إليك هذا من بركة الاستغفار فيا إخواني ويا أخواتي ما أعظم بركة الاستغفار لأن بالاستغفار يبارك الله عز وجل في الأرزاق وبالاستغفار تكثر الخيرات وبالاستغفار يعطي الله عز وجل الأموان والبنين ويغفر الذنوب سبحانه وتعالى ويعطي القوة سبحانه وتعالى بل ويعطي التوفيق حتى توفيق الرأي والسداد يعطيه الله عز وجل بالاستغفار ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا يعني رجل يقع في ذنب معين العصمة كما أخبرتكم للأنبياء والرسل فما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر الله عز وجل فمن ثمرات الاستغفار ومن بركات الاستغفار أنه يكون سببا في أن يمتع الله سبحانه وتعالى المستغفرين بالمنافع من سعة الرزق وغرغد العيش وكذلك من بركاته أيها الأخوة والأخوات أن الله عز وجل لا يستقصلهم بالعذاب كما فعل سبحانه وتعالى بالأمم التي سبقتنا التي عاندت وأصرت على الكفر ولذا حذر الله سبحانه وتعالى من الإسراء على الشرك وهنا أود أن أنبه الأخ أقول له يا أخي كريم علم الناس التوحيد علم الناس معنى لا إله إلا الله علم الناس أن من استغفر ولو مليون مرة وهو يظن أن القبر الفلاني يضر وأن سيد فلان ينفع وأن القبة الفلانية تعطي الرزق وأن إذا ذهبت للضرح الفلاني يعطيك الأبناء علم الناس أن هذا الشرك بالله عز وجل علم الناس أن هذا الشرك وعلم الناس أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معك أناس غارقون في الشركيات غارقون في الشرك إلى مقدمة رأسهم من أخمصهم إلى مقدمة رأسهم فعلمهم التوحيد لأن التوحيد والاستغفار متلازمان لا يفترقان التوحيد والاستغفار متلازمان لا يفترقان فمن تعلم التوحيد سينفعه الاستغفار ومن أخذ بالاستغفار دون أن يعلم ما هو التوحيد فوالله العظيم لن ينفعه الاستغفار ولو استغفر مليار مرة الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات وعدلوني لأني بعض المرات أخرج عن الموضوع لكن لها فائدة الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات يعني كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه يغفر للزاني ويغفر للسارق ويغفر لشارب الخمر ويغفر لكل مرتكب الذنوب والمعاصي والكبائر هذه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم لكن المشرك الذي يقع في الشرك ويظن أن سيد فلان ينفع ويظن أن القبر الفلاني صاحبه ينفع ويظن أنك إذا ذهبت إلى سيد فلان وذبحت دجاجة فلانية أو خروف فلاني فسيأتيك الرزق وسيأتيك الأبناء وسيأتيك كذا وسيأتيك كذا من يؤمن بهذه ونوصح وبين له ثم لم يتب فهذا واقع في الشرك هذا هو الشرك الذي لابد أن ننبه عليه في فديهاتنا أيها الأخوة والأخوات لأنه لا استغفار بلا توحيد لا استغفار بلا توحيد فلابد أن نتعلم التوحيد مع الاستغفار فكما أخبرتكم أيها الأخوة والأخوات أن من ثمرات الاستغفار ومن بركات الاستغفار أنه يكون سببا لزيادة الرزق ولرغد العيش وأصحاب الاستغفار لا يستأصلون بالعذاب كما فعل الله عز وجل بالأمم التي كانت في السابق التي عاندت وأصرت على الكفر ففي شرح آيات نوح عليه السلام أمرهم نوح عليه السلام باستغفار الواحد القهار لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو غفار الذنوب وهو ستار العيوب وهو سبحانه وتعالى يقبل من تاب ويرحم من أناب والاستغفار هنا أيها الأخوة والأخوات يتضمن ماذا؟ يتضمن التوحيد والتوبة الاستغفار ماذا يتضمن؟ يتضمن التوحيد والتوبة فمع الاستغفار ينزل الله عز وجل أمطار لماذا؟ لأن الغيث من آثار رحمته سبحانه وتعالى ينزلها على المستغفرين لماذا؟ لأن الذنوب أيها الأخوة والأخوات كالقبة الذنوب كالقبة تمنع القطر لكن مع الاستغفار ومع التوبة يرزق الله عز وجل المطر ويرزق الذرية الصالحة ويرزق الأموال الكثيرة ويرزق الرزق الكثير وغير ذلك من بركاته ومن ثماره ومن ثمرات وفوائد الاستغفار فلابد أيها الأخوة والأخوات أن نعلم أن من بركات الاستغفار أنه من أهم وأعظم أسباب الرزق فنبينا أو النبي هود عليه السلام يقول كما في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فهنا هود يقول لقومه يعني معنى الآية يعني يا قوم اسألوا الله عز وجل أن يغفر لكم ذنوبكم ووحدوا الله عز وجل وإذا دعوتم ادعوا الله وإذا ماردتم اعلموا أن الشافي هو الله وإذا احتجتم إلى الأبناء والذرية فاعلموا أن من يعطي الذرية هو الله سبحانه وتعالى فاسألوا الله عز وجل أن يغفر ذنوبكم ثم ابتعدوا عن الذنوب واندموا على مضى من المعاصي فإذا فعلتم ذلك وصح منكم الاستغفار أنزل الله عز وجل عليكم الغيث المذرار فيكثر الخير ويعم الرخاء وتنعمون برغد في العيش ويزدكم قوة إلى قوتكم بسحة الأجسام وكثرت الذرية والأموال وتتابع الأرزاق فالإنسان أيها الأخوة والأخوات في هذه الآية بركة الاستغفار في هذه الآية آية هود عليه السلام بركة الاستغفار وأن الاستغفار أصل كل خير سواء في النفس أو في الجسم أو في المال أو في الولد ويحكى ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أو طلب منه الصحابة أن يستسقي له فاستسقى بآيات المطر يعني طلع على المنبر وبدأ يتلو آيات المطر يستسقي الناس فلم يزد عن الاستغفار بآيات المطر حتى قيل له الصحابة ما رأيناك استسقيت يعني لم نسمعك تقول تدعو بالاستسقاء قال لقد طلبت الغيث بمجاديع السماء يعني لقد طلبت الغيث بأشياء يستنزل بها المطر ثم قرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأنصحكم إخواني وأخواتي أن تدعو الله عز وجل في جوف الليل أنا أعلم أنه معنا إخوة مهمومين ومعنا أخوات يعني مهمومات فأنصحكم يا إخواني ويا أخواتي بسهام الليل فإنها لا تخطئ عليكم بسهام الليل عليكم بدعاء الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ينصح أحد الصحابة يقول لها أقرب ما يكون الرب من العبد يعني أقرب وقت وأقرب ساعة يكون الرب سبحانه وتعالى أقرب من العبد أي وقت يا رسول الله هو جوف الليل الآخر يعني آخر ساعات الليل فيوصي هذا الصحاب يقول فإن استطعت ويوصينا نحن كذلك يقول فإن استطعت صلى الله عليه وسلم يقول فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والحكمة أيها الإخوة والأخوات في قرب الله سبحانه وتعالى من العبد في هذا الوقت لأن هذا الوقت هو وقت نداء الرب سبحانه وتعالى لعلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا يعني نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيكون الرب سبحانه وتعالى في هذا الوقت قريبا من عباده سبحانه وتعالى ولا ينال ولا يحظى بهذا الشرف وبهذه المنزلة إلا من استعد لها استعدادا في اليوم فمن يعني أصر على المعاصي في النهار وارتكب جميع الآثام فلا أظن وأكون جازما أنه لن يوفق إلى الجلوس بين يدي الله عز وجل ودعاء الله عز وجل في هذا الوقت من الليل لماذا؟ لأن كل شيء إلا وله مجهود فإذا جهدت نفسك وابتعدت عن المعاصي في اليوم في النهار وابتعدت عن ما حرم الله عز وجل فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك للوقوف بين يديه في جوف الليل أما إذا كنت غارق في المعاصي وغارق في الذنوب وتنظر إلى هذا وإلى هذه وتغتاب في هذا وفي هذه وتنمم وهذه الخطيرة تقول فلان قاد فيك كذا وكذا ثم تذهب إلى شخص ثاني تقول فلان قال فيك كذا وكذا يعني تريد أنت كما نسميها نحن بالدارجة المغربية تريد أن تلاقي الأسلاك الكهربائية تريد أن تلاقيها بالشر نسأل الله السلام والعافية فيا إخواني ويا أخواتي الإنسان يبتعي عن المعاصي ما استطاع فإن وقع في معصية من المعاصي فليتبعها بطاعة إذا وقعت مثلا في معصية من المعاصي اتبعها بطاعة أخرى واستعد مثلا وقعت في معصية اغتبت شخص معين تصدق كما يحكى عن أحد السلف وأضمن السفيان الثوهي قال كنت يعني إذا وقعت في غيبة أتصدق بدينار يعني كلما أقع في غيبة لشخص معين أخرج دينار ودينار كان في ذلك الوقت يعني يسوي يعني له قيمة أخرج دينار من مالي وأعطيه لفقيا اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث رأيت نفسي أني سأهلك مالي بهذا الأمر فتركت الغيبة يعني انظروا النفس تترود النفس مثل الخيل العنيدة مثل الخيل القوية مثل الخيل التي لا تطيع فترودها يمينا وشمالا وهكذا 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 حتى تصبح نفسك مطيع لك في كل أوامرك نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وكما بدأت الفيديو أختمه لابد أن نتعلم التوحيد يا إخواني لابد أن نتعلم كيف نوحد الله عز وجل لابد أن يكون قلبنا متعلق بالله عز وجل نعلم أن ما أصابنا فهو من الله وأن الذي يزيل ما عنا وما يجد فينا هو الله سبحانه وتعالى لا نقول مثلا نقول لا إله إلا الله وعندما الإنسان يمرض أو تقع له مصيبة يذهب إلى الساحل الفلاني وإلى المشعود الفلاني أو يأخذ دجاجة أو ديك أو يذهب إلى الظريح الفلاني يا سيدي فلان ابن مريض شفيه يا أخي الكريم هذا صاحب القبر الذي الآن تدعو منه أن يشفي ابنك هذا مات مريضا هذا صاحب القبر هذا هذا السيد مات بالمرض لو كان يشفي لشفى نفسه سبحان الله يعني قليل من العقل القليل من العقل هذا صاحب القبر هذا الذي أنا أدعو منه أن يشفيني أو أنه يعطيني الرزق لعله مات فقيرا هذا صاحب القبر الذي أطلب منه أنا أن يعطيني الذرية لعله لم يكن له ذرية لعله كان عقيما سبحان الله نترك الله عز وجل ملك الملك سبحانه وتعالى المعطي سبحانه وتعالى ونذهب إلى قبر إلى شخص قد أصبح عظاما ترابا نقول له يا سيدي فلان أعطيني ويا سيدي فلان أريد كذا ويا سيدي فلان أريد كذا هذا لا ينبغي أيها الأخوة والأخوات وهذا من الشرك فلابد أن نتعلم التوحيد نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه لماذا؟ لأن التوحيد والاستغفار متلازما مثل هذا أن ينخطان يعني إذا مال الآخر يميل معها الثاني إذا مال التوحيد يميل معه الاستغفار يعني الاستغفار هو الأصل ثم يتبعه التوحيد فإذا مال التوحيد والإنسان بتعاد عن التوحيد سرعان ما يميل الاستغفار ويصبح بلا نتيجة وبلا ثمرة وبلا أي شيء ففي الفيديو السابق أيها الأخوات لما تكلمتنا عن هذه المسألة يعني يقول لك استغفر وانظر هذه أنا لم أنكر الآية أنا لم أقول لكم أعطوني دليل على أن الاستغفار لا 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 أنا الإشكال كان عندي في فهم الآية القرآن الكريم من أوصره لنا أوصره لنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هل الصحابة فهموا هذه الآية بهذا الفهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يستغفر 12 ألف مرة في اليوم هل كان يستغفر وينظر إلى السماء هل أمطرت أم لم تمتر هذا هو قصدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستغفر مئة مرة في اليوم هل كان يستغفر صلى الله عليه وسلم وينظر إلى السماء هل أمطرت السماء أم لم تمتر وهل غيمت السماء أم لم تغيم سبحان الله العظيم أسأل الله عز وجل أن يهدينا الهداية أمرها صعب فأسأل الله عز وجل التوفيق من الله سبحانه وتعالي السلام عليكم